مساء الخير ومساء الخين لكل مشاهدنا إذن إن شاء الله بداية من نهار اليوم سيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة القصوى على الولايات الغربية والوسطى للوطن وبداية من يوم الغد الخميس إن شاء الله فيما يخص الولايات الشرقية أما خلال ظهيرة اليوم فسيكون فيه إن شاء الله تساقط أمطار رعدية وهذا على كل من ولاية قصنطينا جلم سوق عرس وأم البواقي كمية الأمطار المتوقعة تقارب 20 مم محليا ستكون بداية من الثالثة بعد زوان نهار اليوم وستستمر في التساقط إلى غاية التاسعة ليلا بإذن الله ويرتقب حتى خلال يوم الغد إن شاء الله الخميس سيكون فيه تساقط أمطار رعدية تقريبا على أغلب المناطق الداخلية الوسطى والشرقية وقد تمتد لتخص حتى السواحل الوسطى والشرقية ببعض الأمطار المتفرقة أما عن توقعات درجات الحرارة القصوى فكان قد أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوبية نشرية خاصة تحذر من استمرار موجة الحر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 44 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الأربعاء وهذا فيما يخص كل من ولاية سكيكدا، عنابة، الطرف، وولاية غالما أما فيما يخص الرياح المرتقبة من سجلها إن شاء الله خلال نهار اليوم الأربعاء فالرياح ستقارب سرعة الخمسين كيلومتر في الساعة ستكون مرفوقة بتطاير كتيف للزوابع الرملية ورداء في الرؤية وهذا على كل من ولاية الأغواط، البيض، النعمة، وولاية بشاء أما فيما يخص توقعات إن شاء الله درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة فتشير النماذج الرقمية للرصد الجوي أنه بداية من نهار اليوم الأربعاء سنسلو انخفاض نوعا ما في درجات الحرارة القصوى على الولايات الغربية والوسطى للوطن الولايات الشرقية نبقى نسلو فيها درجات حرارة مرتفعة تتعدى 44 درجة كما شفنا حسب النشرية الخاصة وبداية من يوم الغد الخميس وكذلك الجمعة سيكون في تراجع محسوس في درجات الحرارة تقريبا على أغلب المناطق الشمالية للوطن ففيما يخص الجزائر العاصمة كذلك وهران وعنتيموشنت خلال يوم الغد الخميس ستقارب 29 درجة نبقى نسلو حوالي إن شاء الله 37 درجة على قصنط نصطيف أم البواقي وبورج بورريج عن نابا جيجل سكيك دات تقارب إن شاء الله حوالي 38 درجة تحت الظل خلال يوم الغد أما بدايتان من يوم السوت فستتراوح على العموم فيما يخص الولايات الساحلية بين 30 إلى 35 درجة المناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس بين حوالي إن شاء الله 32 حتى 38 درجة تحت الظل أما المناطق الجنوبية فتبقى الكتلة الهوائية الحارة تخص خاصة منطقة الوحات ووسط الصحراء بدرجات حرارة قصوى تقارب 46 درجة تحت الظل بالوادي لمغير حسيم سعود ورقلة كذلك بإنسالح أدرار تميوين رجان ستكون منخفضة على تامنرست وتيندوف أيضا ببشار بين 35 إلى 38 درجة إليزي جانات وإنامناس في حدود 42 درجة للإشارة سيكون في تساقط بعض الأمطار الرعدية على أقصى الجنوب الجزائري خلال يوم الغد الخميس بإذن الله توقعات حالة البحر فسيكون خلال يوم الغد قليل الاستراب سرعة رياح ستتراوح بين 30 إلى 40 كم في الساعة الرؤية متوسطة علو الأمواج بين أقل من المتر إلى المتر وحرارة مياه البحر ستقارب 26 درجة للإشارة اتجاه الأمواج جبقى دائما غربي للشمال الغربي على كافة السواحل الوطنية ويرتقب أن يبقى البحر مضطرب خلال الأيام القليلة المقبلة على طول الشريط السحلي إذن مشاهدين كانت هذه التفاصيل الوضع الجوبي المرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة بإذن الله أشكركم على كرم الإسرائي والمتابعة والعودة إليك أحلام شكرا لك أخوات ريا على كل هذه